على كيفك يا أبو دوريد كل شي بالتفاهم يا عيني يا شكتي أبو دوريد ما يعرف التفاهم ولا فد يوم رح يعرف التفاهم خليك خليك على هالحطة هواية أحسن لك فوقها أنت أبو الراهي يعني شي يصير إذا قلت للأخوك التشبير أنا أعتذر لك شفتي أميل شفتي لهذا سامر شفتيه ما عنده أصول لك دوريد باع العمك ما عنده أصول لك لك شوكي ترتاح لك شوكي تيبره الدمي ما بابا شا تفاهمت ويا عمو عمر عمك ما حدا يقدر يتفاهم ويا وأني متندم بيعت بيتي وجيته نام بابا أنت بعت البيت على مود وصية جده بعدين أنت عندك نص البيت هنا أنا ما أدري بالطاب وش أكوه كل ما أسئله على الطاب ويقول لي بعدين 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 ومرت حالينا الأيام أنا أشوف نطلع من هذا البيت لأنه ما أقدر أعيش ويا عمك بابا تريد رأييي أنا أقول له نبقى قاعدين بهذا البيت إذا على عمو عمر فتتعود على طبعة شوية شوية بعدين عمو عمر هم يحتاج كويها هم يحتاج أحد يقول له الصحة من الغلط وترى ما أحد بالبيت يقدر يحكي ويا غيرك أنت شغلة ثانية بابا جده باع كل أملاكة حتى يأخذنا هذا البيت وكلنا نلتم بي ونقعد بي ليش تكسر بوسيطة الله كريم بنتي أنا باجر إن شاء الله بالصبح مسافر أريد يشتحكين ويا عمتك زين وإنتي تكونين بمكاني هنا تؤمر بابا ولو ما أحد يقدر يأخذ مكانك تصبح على خير صبحين على خير لاū عزال عزاش نهلي هذا الذحب من عالك ما هذا الجوارينا ناسين سيارة مفتوحة فالح هسا ترجع هل تتم خبره صيدة وجهت الحلق شو أنا أرجعها إذا أنت مترجع أنا أرجع هقعد راحق لا أطلوع أنت أكسرها ذهب وجانب الماء السائب ومن ناس مريشة ووجعنا بهذا ذهب لازم نريش ونصير أوادم عمري الحرام ما سوى أوادم لا أعني شو يسوي يسوي أوادم وتتشتردين بالضبط ترديني أبقى يشتغل حارس ببيوت الزناقيل لو تردين تبقي الغديني وتعشيني طماطة تقلعها حتى بطل ترستيك شور ما الطماطة وتتشتردين فقرية فقرية